الولايات المتحدة الأمريكية تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 26-54 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2023 قال السفير الأمريكي جيفري ديلورينتس أن الولايات المتحدة التي صاغت نص القرار سعيدة بتجديد المجلس تأكيد دعمه للمبعوث الشخصي للأمين العام ستفان ديمستورا ولبعثة المينورسو من خلال اعتماد هذا القرار وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن المجلس يؤكد بهذا التصويت أنه يدعم بشكل كامل المبعوث الشخصي في جهوده للمضي قدما نحو التوصل إلى حل دائم ولائق وتيسير حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف مذكرا بدعم بلاده الثابت لديمستورا في جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية مع البناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق ووفقا للقرارات السابقة ذات الصلة وذكر ممثل الولايات المتحدة بأهمية خراط جميع الأطراف المعنية في الحوار بحسن نية من أجل تحقيق تقدم نحو حل دائم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة وفي تحذير للميليشيات الانفصالية المسلحة للبوليساريو جدد الدبلوماسي الأمريكي الدعوة إلى استعادة حرية التنقل وكذلك استئناف الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرق المينورسو معربا عن قلق المجلس العميق إزاء الوضع الكارثي في مخيمات تندوف ترجمة نانسي قنقر